لو أنا ما عنديش ده كنت هتعمل إيه؟ طب أنا كنت محتاج وسابق الزمن أستورد كنت أستورد خضار؟ يعني كان الأفضل ما عملش ده عشان طب عندك دولار؟ يعني معاك عملة عشان أستورد خضار من برة؟ عشان أوفي احتياجاتك؟ طب والله لو ما كان ده لكانت الأسعار بقت 3، 4، 5 أضعاف النهاردة بحلفلك بالله على الهوى أربع أضعاف من الموجودة دلوقتي لو ما كان الكلام ده موجود عندك ده مش هنا بس ده موجود أبو السلطان وموجود قرية الأمر في اسماعيلية وموجود كمان في العشر ورمضان لا 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 وموجود في المينيا وموجود في كل حتة هو عيب؟ هو عيب أعمل صحب زراعية؟ عيب؟ كمل وريني المهم أنت تتفرج أقف هنا ده محمد نجيب والله والله دي قاعدة محمد نجيب اللي قدامك أحدث فيديوهات لقاعدة محمد نجيب النهاردة بورها لك عشان تعرف تعرف الكاذبون وأهل الشر وقف هنا كمل طب كمل تاني وريهم بس ور الناس من المواطن وقف هنا لو سمحت وقف هنا لو سمحت دي قاعدة محمد نجيب قاعدة محمد نجيب والله والله الصوب دي بتاعة محمد نجيب بحلف لك بالله فهو أريك الفيديو كاملا لآخره عشان تعرف بيعملوا معاك إيه وعايزين يعملوا إيه ويعودوا يتكلموا يقولك ده فلوسنا فلوسنا هاي فلوس المصريين هاي فلوس المصريين ده خير المصريين ده خير بلدنا دي فلوسكو يا جماعة فلوسكو ما تقلقش أبدا على فلوسك آه دي اتفضل أوريك الصوب اللي اتدفعت فيها فلوس مليارات آه ايوه مليارات ايوه وانا اقولك ما تدفعش مليارات لات دفعت مليارات عشان تحقق اللي انا عايزه لانك بتستخدم احدث طرق زراعة في العالم مع اسبانيا اللي هي معروفة عنها اسبانيا من اشهر دول في زراعة الصوب الزراعية اسبانيا واحنا شغالين معاهم وهم شغالين معانا بيدون الخبرة بتاعتهم عشان نوصل ان انا يبقى عندي المنتج اللي قدامك ده يبقى عندي هذا الانتاج الهائل ايوه لم تكن ابدا الا مشروعات ناجحة بنسبة 100% فيش حاجة اسمها عندي مشروع وهمي فيش عندي مشروع وهمي في مصر الرئيس مش عايز لقطة من حد ومش عايز لقطة على فكرة الرئيس عفتاح السيسي والله ما عايز لقطة والله العظيم يكفي الرئيس يكفي الرئيس لا يعمل صوب ولا يعمل ولا وانا بقولك يكفيه والله يكفيه ولا حاجة تانية يوم 3-7 ويوم 14-8-13 كفاية السيادة الرئيس متشكرين سيادتك شكرا جزيلا بعد كده اي حاجة نتكلم زي ما احنا عايزين تعمل صوب اهلا وسهلا تعمل زراعة اهلا وسهلا تبني اهلا وسهلا تعمر اهلا وسهلا بالمناسبة ده زيادة كتير اوي هم كفاية 3-7 و 14-8 تشكرين اوي تشكرين سلام عليكم وتفضل زعيم بدون اي حاجة تعملها وانا بقول على الهوى يجي يقولك بيعمل ما فانكوش فانكوش ليه حضرتك لا ويعمل ليه الرئيس لا يحتاج للقطة والله ما يحتاجها ابدا انا بقولك كفاية وقفته 3-7 هي دي الموضوع كده موسيقى